موسيقى الحصاد من قناة الغد هنا في القاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعنوينة مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية ورئيس الأركان يحذر من ضرر في كفاءة الجيش هجوم أوكرانية على القرم يعطل حركة القطارات وموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية تجدد المظاهرات في العراق احتجاجا على حرق نسخ من المصحف الشريف في الدنمارك والسويد وتصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع دخول الأزمة يومها المئة ناتي الآن إلى التفاصيل قال رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال 48 ساعة سيبدأ الضرر في كفاءة الجيش بسبب الجدل حول التعديلات القضائية يأتي هذا بينما تظاهر آلاف المحتجين ضد التعديلات القضائية في إطار تصاعد الضغوط لإلغاء مشروع التعديلات قبل جلسة تصويت عليه أمام الكنسة مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل لإلغاء مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل خرج آلاف المحتجين في مسيرة حاشدة رفضا للتعديلات التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياهو إلى إقرارها المعارضون للتعديلات يرون أنها تمثل تهديدا كبيرا للديمقراطية من خلال الحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزرية غير معقولة ما قد يؤثر على الحقوق المدنية ويفتح الباب أمام الفساد وسوء استخدام السلطة فيما يزعم الاتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو أن مشروع القانون ضروري لتحقيق التوازن بين المؤسسات وفي ظل اقتراب الكنسة من تمرير مشروع قانون التعديلات القضائية وعدم يتوصل نتنياهو إلى حل توافقي يعتزم المحتجون التظاهر قبل بدء نقاش الأحد بشأن مشروع القانون في غضون ذلك أثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش إذ هدد ألف ومائة واثنان وأربعون جنديا من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بتعليق الخدمة التطوعية إذا أقرى البرلمان مشروع القانون وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت انتخاذه خطوات للتوصل إلى إجماع واسع في وقت تشتد في أهمية القدرات العسكرية والجاهزية القتالية للجيش الإسرائيلي من القدس المحتلة تنضم إلينا مرسلة الغد إيمان جبور إيمان أهلا بك كيف تسير الاحتجاجات في إسرائيل وهل هناك أي احتكاك مع الشرطة مثل ما حصل في السابق؟ نعم حتى الآن لا يوجد احتكاك مع الشرطة المظاهرة رسميا انتهت ولكن هنا من خلفنا المئات حضروا من المظاهرة المركزية القريبة من هذا المكان وصلوا إلى هنا واستكملوا فعالياتهم الاحتجاجية هنا أيضا متواجدة أعداد ليست كبيرة من عناصر الشرطة ولكن أيضا بعض من الخيالة ربما هناك تخوف من قبل عناصر الشرطة أن يكون هناك أي شغب أو أي تصعيد هؤلاء يمكن الآن أن نرى الخيالة وسط المتظاهرين ولكن الأوضاع هادئة إلى الآن لا يوجد أي مواجهات الشوارع ما زالت مغلقة أيضا في وقت مبكر من هذا اليوم كان هناك أيضا مظاهرة بقرب بيت رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وكانت الشرطة قد أغلقت الشارع لا نعلم إذا ما كانت عناصر الشرطة ذاهبة إلى مكان ما مثلا لفضل نحن لم نسمع عن أي أعمال أو مواجهات ولكن هنا حيث نتواجد الأمور هادئة ولو نظرنا ربما إلى الجهة الأخرى من الشارع هناك أيضا المئات يتجهون نحو هذه المنطقة يتجهزون للمبيت هذه الليلة ولنصب خيامهم هنا من أجل استمرار الاحتجاجات ليوم غد وأيضا بعد غد في الوقت الذي ستقيم فيه الهيئة العامة للكنيسة نقاش مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا سيجري نقاشها غدا ومن المتوقع إقرارها يوم الاثنين الماضي حتى الآن كنا قد ذكرنا أيضا في نشرات سابقة بأنه جنود الاحتياط المشاركين في هذه الاحتجاجات كانوا قد أعلنوا أيضا بأنه سيكون هناك عشرة آلاف جندي في الاحتياط سيعلنوا عن توقف خدمتهم أو تعليقها في جيش الاحتياط إذا ما مر هذا القانون يوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة ربما هذا هو الضغط الأكبر بالنسبة لحكومة نتنياهو وهذا الضغط الذي يأتي من قبل الجيش يعني لو كنا ربما في حكومة تشكيلة حكومية مختلفة لا يتوجد فيها هذه الأحزاب المتطرفة ربما كنا سنرى مثلا حكومة طوارئ أو حكومة وحدة من أجل توافقات واسعة على تعديلات هذه التعديلات القضائية ولكن حتى الآن لا نرى بأن هناك مخرج واضح من هذه الأزمة خاصة في كل ما يتعلق بوضع الجيش وجاهزيته وموضوع يعني توقف الكثير من جنود الاحتياط عن هذه الخدمة في جيش الاحتياط سننتظر لنرى غدا قد يكون هناك أيضا ضغوط من قبل مثلا قطاع الأعمال الخاص هناك نحو 200 شركة من قطاع الهايتك التكنولوجيا المتقدمة وأيضا من قطاع الأعمال الخاصة القطاع الخاص ستضرب غدا وستشارك في هذه الاحتجاجات بالإضافة إلى أننا سننتظر لنرى ما سيسفر عنه هذا الاجتماع الطارئ الذي أعلنت عنه نقابة العاملين في إسرائيل شكرا لك من القدس المحتلة مرسلة الغد إيمان جبور كما ينضم إلينا من مدينة الطيبة رضا جابر المحامي وخبير القانون الدستوري مدينة طيبة هي في الداخل الفلسطيني المحتل أهلا بك سيد جابر المحتجون ضد مشروع ما يسمى بمشروع قانون المعقولية يقولون بأنه يقوض الديمقراطية في إسرائيل لو تشرح لنا كيف سوف يحدث ذلك لا هم يقولون أكثر من ذلك هم يقولون أن حجة المعقولية هي مؤشر للقوانين التي ستطرح أمام الكنيسة في الدورة القادمة هم يقولون أن هناك حزمة هناك رزمة من التعديلات القانونية بشكل متكامل هي تقويد الحياة الديمقراطية في إسرائيل والحياة الديمقراطية تخص اليهود في هذا السياح بالنسبة لموضوع الحجة المعقولية أنه يتم أخذ صلاحية أخذ إمكانية من معكمة العدل عليا أن تراقب الحكومة الآن في إسرائيل الكنيسة والحكومة تسيطر على الكنيسة لأنه غالبية أعضاء الحكومة موجودين في الكنيسة والحكومة التي تشكل أغلبية في الكنيسة ولذلك لا يوجد فصل سلطات حقيقة في إسرائيل بين التشريع وبين السلطة التنفيذية ولذلك انتقاص هذه الإمكانية من معكمة العدل عليا مراكبة مشاريع القوانين ومراكبة الحكومة هذا يعني بأنه إنهاء فصل السلطات في إسرائيل وأن الحكومة تستطيع أن تفعل ما تشاء داخل إسرائيل وحجة المعقولية هي فقط البادرة الأولى في اتجاه سحب صلاحيات إضافية من المحكمة العدل لكن سيد جابر مؤيدي مشروع قانون المعقولية يقولون بأنه يجب منع تدخل القضاء في عمل الحكومة مبررين ذلك بالقول كيف يمكن لقضاة غير منتخبين إلغاء أو مراجعة قرارات صادرة عن مسؤولين منتخبين يعني هذه إشكالية قانونية موجودة في كل الأنظمة الديمقراطية ولذلك الديمقراطيات الليبرالية حسمت أمرها بأنه دائما يجب أن تكون توازنات بين السلطات ويعطي القضاء بشكل عام في هذه الأنظمة الديمقراطية إمكانية أنه تراقب ما يحدث في باقي السلطات حسب الدستور الأساسي الموجود في كل هذه الدول الديمقراطية في الحالة الإسرائيلية لا يوجد هناك دستور مكتوب هناك بعض القوانين الأساس اللي أعطت بالأساس قانونين أساسيين أعطوا إمكانية لمحكمة العدل العليا وعن طريق تأويل قضاء أعطت إمكانية لمحكمة العدل العليا أم تراقب التشريعات في الكنيسة وأم تراقب أيضا في الحكومة هذا التوازن هو المطلوب هو متعرف عليه في غالبية الدول الديمقراطية في الحالة الإسرائيلية اليمين في إسرائيل لا يريد أي مراقبة على أفعاله لأنه يعرف بأنه هاي الأفعال بكل ما يتعلق مثلا بالاحتلال كل ما يتعلق في البناء المستوطنة نعم ولكن نتحدث عن محتاجين إسرائيليين في تقديرك سيد جابر ما أخطر القرارات التي تعتقد بأن الحكومة تريد أن تتخذها مستقبلا ولا تريد من القضاء إلغاءها حتى تصر إلى هذه الدرجة على التمسك بهذا المشروع للقانون أولا هناك البعد الديني داخل إسرائيل والحياة الليبرالية في إسرائيل يعني هناك موجة داخل إسرائيل اليمين المتطرف جزء منها والمتدينين المتشددين الحريضين موجودين فيها لا يريدون للمحكمة العدل العليا تتدخل في بعض القضايا التي تتعلق في الدين والحيز العام وتدين الدولة وحيزها العام هاي واحد الموضوع الثاني والأخطر بالنسبة إنا أنه كل الأمور التي تتعلق في العرب في الداخل مثلا أو تتعلق في الأرض المحتلة والاستيطان وهكذا سموتريت وبينكفير يريدون أن يقطعوا أي إمكانية للمحكمة أم تراقب ما يفعلون هناك المحكمة العدل العليا هنا يعني نقطة جدية المحكمة العدل العليا لم تسعم في الفلسطينيين دائما في هذه المواضع ولكنها كانت بشكل أو بآخر أعطت نوع من الإمكانيات التدخل بشكل أو بآخر هذا الهامش حتى الآن يريدون أن ينهو لكي تكون هناك إمكانية أكثر للاستيطان إمكانية أكثر للمس بحكوك الفلسطينيين والفلسطينيين في الداخل مثلا هذه الفترة تم إكرار قانونين قانون العلم الفلسطيني وقانون أنه الطلاب الجامعيين الفلسطينيين داخل الجامعات الإسرائيلية يمكن تردهم من الجامعات بسبب أراءهم السياسيين سيد جابر موقف رئيس الأركان هاليفي وإذن رئيس الشباك بار من هذه التعديلات القضائية وهل ينبغي مثل ما يطالب البعض أن يقوله كفى لنتنياهو؟ لا يعني إسرائيل لأول مرة هذا التدخل للمؤسسة الأمنية فيما يحدث على الساحة السياسية هذا غير مسبوك في إسرائيل وخصوصا أنه غالبية الرؤساء الشباك ورؤساء المساد السابقين وأيضا كثير من الرموز الأمن في إسرائيل الآن موجودين داخل الحلبة السياسية وهم ضد هذه التشريعات القانونية وهم يتصدرون الآن المشهد وأيضا وبشكل يعني غير مسبوك أنهم يعطوا أيضا شرعية لجنود الاحتياط بأنه لا يعارضوا الآن التمرين ويحاولوا أن لا يكونوا الآن في الجيش لذلك هذه الحالة الآن هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تعطي نتانياهو أن يعدل عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر الشرخ داخل إسرائيل الآن هو شرخ حقيقي جدي ليس فقط في صفوف المدنيين إنما الجيش المؤسسات الأمنية داخل هذا الموضوع والمؤسسات الأمنية في إسرائيل هي شيء مركزي مقدس في إسرائيل ولذلك هذا التداقل بين المدني والأمني في إسرائيل أعطى لهذه الاحتجاجات بعداً آخر لم يتوقع نتانياهو لم يتوقع اليمين حتى هذه اللحظة شكراً لك من مدينة طيبة بالداخل الفلسطيني المحتل رضا جابر المحامي وخبير القانون الدستوري شكراً لك من مدينة طيبة بالداخل الفلسطيني المحتلال شكراً لك من مدينة طيبة بالداخل الفلسطيني المحتلال شكراً لك من مدينة طيبة بالداخل الفلسطيني المحتلال بحث الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي مع الأمين العام للنيتو فتح ممر لتصدير الحبوب في البحر الأسود بعد أيام قليلة من انتهاء العمل باتفاقية مع روسيا بهذا الصدد من جهتها حملت وزارة الخارجية الروسية الغرب مسؤولية مقتل صحفي روسي في زابوريجيا وتوعدت بالرد هذا وتبادل كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام قنابل عنقودية قنابل عنقودية متطايرة هنا وهناك تتبادل موسكو وكييف لاتهامات باستخدامها بينما المدنيون عالقون في حرب لا تلوح نهايتها في الأفق القريب فقد أعلنت روسيا مقتل مراسلها الحربي روستيزلاف جورافلوف وإصابة عدد من زملائه في قصف أوكراني بذخائر عنقودية على قرية بمقاطعة زابوريجيا وصفة الواقعة بالجريمة الشنعاء ومتواعدة بالرد وفي الوقت نفسه أفادت القناة الألمانية العامة دويتش فيلا أن أحد مصوريها الأوكرانيين أصيب بقذائف عنقودية روسية أثناء إعداده تحقيقا حول الجيش الأوكراني بالقرب من خط المواجهة يأتي هذا فيما يحاول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إيجاد مخرج لمحاصيل بلاده بعد تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود والذين سحبت منه موسكو قبل أيام إذ اشترتت روسيا تحرير نظامها البنكي من العقوبات والسماح بتصدير حاصلاتها الزراعية والأسمدة لتمديد الاتفاقية وبينما أعلن زيلنسكي أنه بحث مع الأمين العامل النيتو الخطوات المستقبلية اللازمة لفتح ممر الحبوب في البحر الأسود أوضحت موسكو بشكل قاطع أن أي سفينة تعبر البحر الأسود دون موافقتها ستكون هدفا عسكريا محتملا وأكدت تهديدها بتدريبات الأسطول الروسي على إطلاق النار في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود ضمن الإجراءات اللازمة لعزل المنطقة المغلقة أمام الملاحة بالتزامن اتهمت السلطات الموالية لروسيا أوكرانيا بتفجير مخزن دخيرة في شبه جزيرة القرم بهجوم طائرات مسيرة ما دفعها إلى إجلاء السكان من المناطق المحيطة وتعليق حركات استكاك الحديد وذلك بعد خمسة أيام فقط من تعرض جسر مضيق كيرتش لهجوم أوكراني وهو الجسر الوحيد الرابط بين البر الروسي وشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في العام 2014 ينضم إلينا ضيفان من موسكو الدكتور محمود الأفندي عضو الأكاديمية الروسية للدراسات والبحوث ومن كييف محمد البابا منسق منظمة مكافحة الدعاية الروسية في أوكرانيا أهلا بكم معنا على شاشة الغد أبدأ معك سيد محمد البابا من كييف لماذا باتت كييف تركز مؤخرا على استهداف شبه جزيرة القرم؟ أولا من أحد استراتيجيات الكوات العسكرية الأوكرانية هي ضرب خطوط الإمداد ومخازن الأسلحة التي تمد الكوات الروسية التي تقاتل عند خطوط التماسمن من أكثر الأماكن التي تعتبر خطوط إمداد للكوات الروسية هي شبه جزيرة القرم خاصة أن الجانب الأوكراني يعتبر أن كل منشأة أنشأتها روسيا في شبه جزيرة القرم هو تعدي على الأراضي الأوكرانية كما قال أندريا يرماك وهو مدير المكتب الرئاسي في أوكرانيا قال أن جسر الكرش هو لا قيمة قانونية له ويجب تدميره مرارا وتكرارا على مدى الأشهر الماضية أيضا معظم السياسيين الأوكرانيين يؤكدون أن استهداف أو ضرب أي هدف عسكري أو حتى غير عسكري منشأة يعني داخل شبه جزيرة القرم هو حق لأوكرانيا قال طالما أنه حتى هذه اللحظة شبه جزيرة القرم بالنسبة للدستور الأوكراني وباعتراف الغرب هي لا تزال أراضي أوكرانية لذلك تقوم الكوات الأوكرانية بتكسيف العمليات خاصة خلال الفترة الأخيرة للضغط على الكوات الروسية التي تقاتل في منطقة زبروجيا وفي خرسون يعني مثل اليوم كان هناك استهداف لأحد أكبر مخازن الأسلحة والصواريخ في شبه جزيرة القرم حيث شبه حريك كبير مقامة السلطات الروسية بإجلاء أكثر من ألفين مدني من تلك المنطقة وهذه تتكرر خلال الفترة الأخيرة الكوات الأوكرانية تنفذ ضربات بصواريخ بعيدة المدى أو متوسطة المدى أو بمسيرات تستهدف مراكز وثكنات عسكرية وحتى مطارات عسكرية وجسر القرم وحتى أيضا يعني بالسابق كان هناك هجوم على قاعدة سيفستوب البحرية التي تضم القاعدة العسكرية لأسطول البحر الأسود دكتور محمود الأفندي من موسكو كيف تمكنت القوات الأوكرانية من ضرب أهداف في شبه جزيرة القرم بنجاح ولأكثر من مرة؟ أول شيء ستأوقاتك سيد الكريم الأخوة المشاهدين وضيفك الكريم طبعا من كيف أبدا يعني أنه هي عمليات فقط لإعلامية ليست أكثر لماذا؟ لأن أوكرانيا بدأت الآن باستهداف القرم بعد أن غرقت في دمائها في العملية المعاكسة العملية المعاكسة لم تعطي أي نتيجة لذلك يجب استهداف منشآت أو ضربات بعيدة المدى حتى يقول الغرب ما زلنا على المعركة بما أن شعار العملية المعاكسة هي الوصول لجزء القرم وهناك مثل باللغة الروسية أعتقد استاذ محمد بيعرفه إذا لم أستطيع أن أكونها سأعضوها هذا أمر مهم جدا الآن تريد أن تعضوض الأوكران بعض ما يسمى ضربات فقط لإرسال الإعلام أو إرسال أنظار الإعلام أن أوكرانيا ما زالت في المعركة ولكن فعليا ما يحصل على الأرض على الأرض هناك جمود في العملية المعاكسة هناك خسائر كبيرة حتى أن بدأت تغرق العملية المعاكسة بدماء الأوكرانيين وقال الرئيس بوتين المرحة أن بالفعل بدأت جيش الأوكراني الموارد البشرية بدأت تضعف تضعف لذلك رأينا التدخل البولندي والاجتماع البولندي الليتواني الأوكراني الأخير لزج بدماء جديدة في هذه المعركة لذلك الأوكرانيا تستخدم اسلوب تقول يعني المجتمع الدولي أن جسر القرم هو جسر مهم باللوجيستيكا طيب سيد الكريم منذ بداية العملية العسكرية روسيا سيطرت على الطريق البري الموصول بمارت القرصة الجديدة التي كانت أوكرانيا سابقة بالقرب لم تستخدم هذا الجسر بغرض عسكري منذ آزار 2022 يعني تقريبا نحن سنة نصف يستخدم فقط كمدني وليست هناك صحيح أنه مستودعات وقواعد عسكرية موجودة في القرب ولكن هي ليست مشتركة في العملية العسكرية لأن الإمداد يكون عن طريق الأراضي الروسية إلى الأراضي الروسية الجديدة يعني تستخدم المعابر البرية وليس جسر القرم لأنه جسر القرم أصبح جسر مدني بامتياز ويعلم زيالك الأوكرانيين ولكن يقولون لك للإعلام كله أنه هذا الجسر مهم جدا بالنسبة للعملية العسكرية ليس لديها أي أهمية ولا هناك أهداف في القرم لديها أي أهمية ولن تغير شيء على الجبهة العسكرية بينما أن تقوم أوكرانيا بزج بعض المسيرات 200 مسيرة أو 50 مسيرة تصل منها مسيرة واحدة أو مسيرات مائية عن طريق المساعدات المريطانية تستخدم فيها ممرات الحبوب قبل أن تبغي حبوب يوم واحد تستخدم ممرات الحبوب وتصل إلى جسر القرم أو جسر القرش هذه عمليات نسميها نحن عمليات انزلاقية فقط لما يسمى إصابة أو المصري يقولوا علم على الروسيا يعلم نوعا ما أنه هناك ما زلنا على الأرض ولكن النتائج كلها تقول أن أوكرانيا أصبحت ليس هناك أي ما يسمى إشارة إلى تقدم وحتى وليام بيرز الرئيس التقبيرات الأمريكية قال كنا نعلم جيدا أن هذه العملية المعارسة لن تعطي أي نتائج مع أنه النتيجة الأساسية النتيجة الهدف الأساسي كان جزيز القرم يعني لذلك حتى وليام بيرز أصرح أن ليس هناك أي تقدم ولن كنا نتوقع تقدم هذا أمر مهم جدا لذلك بدأ الآن ورغم ذلك الشكوك الرئيس وحصوصا حزمة المساعدات رئيس زيلنسكي نقطة زغيرة استاذي حزمة المساعدات الأمريكية حزمة المساعدات الأمريكية الأقيرة إذا قرأتها تفهم أن أمريكا بدأت تيأس من أوكرانيا عندما مليار وثلاثمائة مليون دولار سبعمائة مليون دولار لإعادة الآليات العسكرية الدبابات ومدرعات المصابة أو المعطلة وإصلاحها في أوروبا وإعادتها إلى أوكرانيا هذا أنت بحاجة إلى ثلاث واربع حش من الحزمة تفهم أن هناك يأس فيما تفضلت به وأزيد عليه السيد البابا بأن الرئيس بوتين يقول بأن استهداف شبه جزيرة القرم لا معنى له ما النقاط التي تعتقد القوات الأوكرانية بأنها سوف تكتسبها في الحرب بتكرار ضرب أهداف داخل القرم عمليا أولا الكوات الأوكرانية تتبع عدة استراتيجيات أولا من أهم استراتيجيتها والتي ساعدتها في استعادة عدد من المناطق مثلا مدينة خرسون كيف استعادت الكوات الأوكرانية مدينة خرسون لم يكن هناك هجوم شامل على مدينة خرسون بل كان هناك ضرب لخطوط الإمداد العسكرية تعطيل الدعم اللوجيستي للكوات الروسية المتواجدة داخل مدينة خرسون مما دفع الكوات الروسية لاتخاذ قرار بالانسحاب من تلك المدينة وأيضا في كطاع خاركوف هناك في كل جبهة الجيش الأوكراني يعني بقراءة عسكرية سمعناها أكثر من مرة عبر وسائل الإعلامة الأوكرانية هو يقسم الأهداف ويقسم الخط التماسق على عدة جبهات مثلا الآن الكوات الأوكرانية تعمل في محيط مدينة باخموت تعمل لحصار مدينة باخموت بشكل كامل أكثر من 80% من محيط مدينة باخموت أصبحت تحت سيطرة الكوات الأوكرانية ولا تزال تتقدم باتجاه سوليدار وباتجاه الشرق لقطع خطوط الإمداد وحصار الكوات الروسية داخل باخموت ويعني دفع الكوات الروسية لاحقا للانسحاب من محيط باخموت الكوات الأوكرانية عانت وتعاني والجميع يعلم أن الدفعات الروسية في خطوط التماسق الأوكرانية يعني في خطوط التماسق من خرسون إلى الحدود الروسية بين خاركوف وروسيا هناك دفاعات روسية متينة أكثر من ثلاثة خطوط دفاعية هناك حقول الغام هناك مناطق عسكرية وخنادق الكوات الأوكرانية تتقدم بشكل بطيء جدا أبطأ مما كان متوقع ولكن حسب اليوم كان مساعد وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك في أحد المداخلات التلفزيونية كان يقول أن الجيش الأوكراني يحقق بعض المكاسب ولكن هذه المكاسب لا يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي لضمان أمن وتقدم الكوات الأوكرانية في بعض المناطق خاصة باتجاه بريديانسك وباتجاه زابروجيا الجيش الأوكراني يعمل بشكل كبير ضرب أهداف في شبه جزيرة القرم للجيش الأوكراني يعلم أن معظم الصفن التي تطلق الصواريخ بشكل يومي على المدن الأوكرانية هي تتلقى السلاح والذخائر من شبه جزيرة القرم ولذلك بالأمس وقبل أمس واليوم كان الجيش الأوكراني يستهدف مخازن الصواريخ في شبه جزيرة القرم لإضعاف الدعم اللوجيستي للسكن ورعينا مثلا قبل حوالي 4 أو 5 أشهر كانت روسيا تطلق بين 40 إلى 50 صاروخ دفعة واحدة على الأراضي الأوكرانية الآن أصبحت تطلق بين 18 أو في أقصى حد 25 صاروخ مما يعني أن نسبة الإطلاق الصواريخ من الجانب الروسي خفى إلى معدل 20 إلى 30% ما يعني أن أهداف القوات الأوكرانية بدرجة مخازن الصواريخ لها أهداف وتحقق أهدافها هذا كلام مهم أخذ رأيي سيد محمود الأفندي من موسكو قد يقول قال سيد الأفندي لماذا تقلل من خطة كيف باستهداف خطوط الإمداد للقوات الروسية هل تنكر مثلا ما حصل في ديسمبر الماضي عندما انسحبت القوات الروسية إلى الضفة الأخرى من نهر دي نيبر بسبب ضرب خطوط الإمداد في خرسون أول شيء سؤالك مهم جدا ولكن دعاقب على كلام الأستاذ محمد عدة كلمات أول شيء بالنسبة لباخموت لسه هناك أي تقدم للجيش الأوكراني في باخموت ويقول هي أسرار حتى لا نضعف يعني أين الأسرار الآن في القرد الواحد وعشرين هناك أقمار صناعية هناك كل شيء الآن للتقدم ورصد التقدم ورصد التراجع يعني هناك فوق الميتين وسيلة أعلام موجودة في أوكرانيا لن تستطيع ولا وسيلة أعلام غربية أن ترصد التقدم الأوكراني السري أول مرة بسمع بحياتي هناك تقدم عسكري سري لا يستطيع الإعلان عنه هو الآن هذا يعني هناك ليس هناك أي تقدم فقط عبارة عن موجود ليس أكثر أما بالنسبة لربط هذا الشيء بما يسمى ضرب المستودعات أو ضرب القرم القرم لا تغزي العملية العسكرية الخاصة التغزية العسكرية والإمداد تأدي من الأراضي الروسية ضرب المنشآت العسكرية في جزيز القرم هي منشآت سوفيدي سابقة وحتى كاد فيها السلاح السابق لم يستخدم هذه المنشآت في العملية العسكرية لذلك ضربها لا يعني أي شيء التغزية والصواريخ كله يكون عبر الأراضي الروسية لأن هذه أراضي قاعدات عسكرية روسية مسيطرة عليها وليست كما موجودة في القرم هي حديثة نوعا ما ونعلم ضمت منذ 8 سنوات فهي ليست لها أي معنى فقط عبارة عن تمثيلية أم نربط هذا الشيء بما حصل في خرسون في خرسون حصل أمر مهم جدا هناك خرسون كمدينة جزء صغير واقع في المنطقة الغربية وكل خرسون الموجود على شرق دهر النيبر أغلبية موجودة على شرق النيبر وجود القوات الروسية من حولها سيؤدي إلى خصائق كبيرة بالنسبة لروسيا لذلك روسيا بما أنها علمت جيدا أن القرار الأمريكي بالقتال حتى آخر أوكراني يجب تحصين الخطوط الدفاعية تحصين الخطوط الدفاعية يجب السحاب التكتيكي لما يسمى حتى لا تستطيع أوكرانيا أن تحاصر قوات الروس في هذه المنطقة وبما يسمى الآن يقولون حقول الألغام هي السبب بعدم تقدم أوكرانيا يعني المضحك المبكي ماذا ستزرع روسيا في وجه أوكرانيا حقول ورد ولا حقول تفاح ولا إنجاص ولا كمسرة طبعا ستزرع حقول ألغام أوكرانيا تقو نعم شكرا لك وضحت فكرة لذلك ليس هناك أي واقعية نعم شكرا لكم من موسكو الدكتور محمود الأفندي عضو الأكاديمية الروسية للدراسات والبحوث ومن كيف محمد البابا منصق منظمة مكافحة الدعاية الروسية في أوكرانيا أدانت وزارة الخارجية العراقية وقعة الإساءة التي تعرضت لها نسخة من المصحف أمام مبنى سفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن هذا وشهدت البلاد مظاهرات شعبية حاول من خلالها المحتجون الوصول إلى المنطقة الخضراء حيث مقر سفارة الدنماركية لدى عيل الهوس الأمني فالرسالة وصلت للدنمارك عبر إحراق سفرة السويد هذا ما يقوله العراقيون بعد أن فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في شوارع بغداد وأغلقت بعض الجسور المؤدية للمنطقة الخضراء أغلق سفارة وصلت واضحة كل شيء لا يحتاج هذا الانتشار العمني كل شيء قوي مناطق بغداد الدنمارك وصلت لهم سفارة من حقها كلهم وصلت لهم لا يحتاج هذا الانتشار العمني القوي تلك الإجراءات جاءت بعد احتجاجات شعبية ضد الدنمارك لسماحها بإحراق نسخة من القرآن الكريم وعالم العراقي على أراضيها بالأمس حاول المحتجون الذين تظاهروا في هذه الساحة وسط العاصمة العراقية بغداد الوصول إلى المنطقة الخضراء الحكومة العراقية منعتهم لأنهم كانوا ينونى ذهب إلى السفارة الدنماركية بسبب حرق نسخة من القرآن الكريم الحكومة تقول بأن غياب الأمن يولد فوضة لكن للمحتجين رأي آخر فهم يقولون أن غياب الرد على يساءة يولد حالة من عدم الاحترام ثم تمن يذهب إلى ضرورة أن يكون هناك رد سياسي وحكومي مباشر على تلك الأفعال وأن لا يكتفي العراق بالإدانة فقط هذه العمر خطر وتداعيات خطيرة أعتقد أنه سيتكرر في أكثر من دولة إذا لم يكن هناك رادع حقيقي وقوانين تجرم مثل هكذا أفعال وسط ذلك يسود الحاذر في العراق فالحكومة رغم عدم قبولها بمسألة إحراق المصحف إلا أنها تخشى رضب وغليان الشارع العراقي الذي قد يطال مقر بعض السفرات والبعثات الدبلوماسية في البلاد محمد فاضل الغد بغداد من بغداد يضم إلينا الدكتور أحمد رحيم أستاذ العلوم السياسية أهلا بك معنا على شاشة الغد دكتور أحمد ولا شك بأن حرق لصخة من المصحف الشريف عمل مرفوض ومستفز لكن ما الرد المناسب على ذلك من دون أن يكون هناك اعتداء على مقار دبلوماسية أجنبية نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وشكرا لصدافة بالتأكيد اليوم الحرية التي تحدث بها بعض الجهات بأن هذه حرية شخصية الحقيقة هو استخدام الحرية بهذه الطريقة مرفوض جدا الحرية الحقيقية هي التي تنتهي عند حرية الآخرين الحرية التي تحترم قيم الآخرين وليس الحرية الفوضى بهذه الطريقة وفي نفس الوقت عندما يكون هناك فعل شائن من شخص طائش وتلتزمه دولة ما المفروض أن يكون رد الفعل بطريقة طائشة أيضا على هذا الفعل الطائش نحن دولة ولدينا مؤسسات دولة ولدينا التزامات دولية ولدينا علاقات دبلوماسية ولدينا مسؤولية تدجاه هذه الجهات الموجودة والمؤسسات والسفارات مثل الدول والحكومة العراقية مسؤولة مسؤولة مباشرة عن حماية البعثات الدبلوماسية مهما كان السبب الذي دعا هؤلاء للدخول إلى السفارات نحن نستنكر أي عمل به استفزاز لمشاعر أي جهة سواء كان للمسلمين أو غير المسلمين بدأت الأزمة في السويد والحكومة السويدية تبرأت من أحراق نسخة من المصحف وظهر في النهاية أن من قام بذلك شخص عراقي لاجئ هناك بالتأكيد الشخص العراقي دعا أنه حصل على موافقة من الحكومة السودية وهذه يعني إن صحت القضية فهذا مرفوض رفضا قاطعا والحكومة السويدية عليها مسائلة لأنه لديها التزامات دولية بهذا الخصوص هناك اتفاقية دولية باحترام القيام السامية للأديان وللجماعات الإثنية والقومية فبهذه الطريقة لما أعلن أنه حصل على موافقة إذن الحكومة السودية مشتركة بهذا القضية نحن نرفض هذا الموضوع لكن لما يكون رد الفعل بطريقة إحراق السفارة السويدية أيضا نرفض هذا طرف السويد في طريقة الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي وكذلك الدينامارك عضو بالاتحاد الأوروبي فأي اعتداء على السفارة هو اعتداء على أرض تابعة للحلف الشمال الأطلسي أجمع طرف الحكومة العراقية اليوم عليها علامات استفهام كبيرة من المجتمع الدولي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها غير قادرة على حماية نفسها فكيف تحميل المؤسسات الدبلوماسية لكن المحتجين من خرجوا في احتجاجات وقاموا بهذه الاعتداءات في العراق لماذا لم يكتفوا بالقرارات والإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية ردا على الاعتداء على نسخ من المصحف الشريف أم أنهم يعرفون بأن هذه الإجراءات لطائلة من ورائها لا أنا أرى أن بعض الجهات السياسية التي استثمرت هذا الموقف صحيح هناك دافع عاطفي لهؤلاء الشباب لحرصهم وحبهم من القرآن لكن في نفس الوقت تم استثمار هذا الحدث استثمار سياسي من بعض الجهات الموجودة خاصة أن نحن على وشك أن ندخل في الأشهر الأخيرة الاتخابات المحلية بالدخل فالاستثمار بهذه الطريقة استثمار غير صحيح واستغلال مشاعر الناس الطبيعية تجاه دينها ومقدساتها أيضا أمو غير صحيح وفي نفس الوقت سماح الأجزاء الأمنية وعدم قدرة الأجزاء الأمنية لحماية الموسات الدبلوماسية أيضا أمر غير صحيح وحنا اليوم سمعنا قرارات من سيد رئيس الوزراء بإقالة كثير من القيادات الأمنية على مستوى بغداد لأنهم فشلوا في حماية البعثات الدبلوماسية ومن خلال مجيء إلى القناة هناك مظاهرة موجودة وكناك قيادات سياسية خرجت بها هذه المظاهرة قرب السفارة الدنماركية وهناك محتجين يحاولون يعبرون جسر تجاه المنطقة الخضراء إذن استثمار المشاعر بهذا الخصوص لتحقيق أهداف سياسية أيضا مرفوض نرفض كل الأعمال التي ماتصب في منظومة من القيم والقوانين والأخلاق والأعراف الدولية التي تربط العلاقات ما بين الأمم وما بين الشعوب وما بين القوميات وما بين الأديان كل عمل يؤدي إلى تماس ما بين هذه الجهات نرفضها نحن الآن في القرن الواحد والعشرين هناك مؤسسات هناك مرضمات هناك أيات كلها تدعو إلى التعاون والتعاون إلى الوحدة على كل المستويات فهذه كل الأعمال مرفوضة ولكن ندعو من هذا المكان من خلال قراتكم إلى الجميع إلى أنه احترام القيم السامية واحترام الأديان هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية دولة دون دولة أو شخص دون شخص هذه المقدسات يجب أن تكون خط أحمر بالنسبة لكل الدول شكرا لك من بغداد دكتور أحمد رحيم أستاذ العلوم السياسية أعلن الجيش السوداني أن الطيران الحربي قصف مخزن أسلحة ووقود تابعا للدعم السريع بحي المطار وسط الخرطوم في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش في نيالة عاصمة إقليم جنوب درفور لا صوت يعلو فوق صوت الحرب بين طرفي النزاع في السودان رغم المساعد الداخلية والدولية لاحتواء الأزمة الجيش أعلن أن الطيران قصف مخزن للوقود والأسلحة تابعا للدعم السريع بحي المطار وسط الخرطوم وفي عملية نوعية أعلن الجيش مقتل عشرين عنصرا من قوات الدعم السريع في العاصمة وتدمير أربع عربات قتالية والاستيلاء على عربة أخرى بكامل عتادها ومع التساع الصراع في السودان بعيدا عن العاصمة الخرطوم وانتقالها إلى إقليم درفور رغم المخاوف من انزلاق الإقليم إلى حرب أهلية تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب درفور غربي البلاد بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بالتزامن أعلنت نقابة المحامين أن ما لا يقل عن ستة عشر شخصا قتلوا في نيالا خلال اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين طرفي النزاع حرب يستخدم طرفاها كل أنواع الأسلحة إلا أن السمة الأبرز فيها انتشار الشائعات في ظل غياب معلومات واضحة أو توثيق عن قوة طرفي الحرب على الأرض أو عدد القتلى من الجانبين لتصبح الشائعة شريانا يغذي الحرب النفسية والمعنوية بين الطرفين يأتي هذا وسط مخاوف من استغلال قيادات النظام السابق من حزب المؤتمر الوطني المنحل الهاربين من السجون للوضع الحالي المتأزم وتأجيش الصراع المشتعل تمهيدا لعودتهم إلى السلطة مرة أخرى من القاهرة ينضم إلينا صلاح خليل الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك معنا على شاشة الغد أسيد صلاح نكاد نكمل المائة يوم منذ بدء الاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع كيف ترى مسار هذه العملية العسكرية وما تحقق لكل طرف بانقضاء كل هذه المدة بلا شك هناك تحولات كبيرة على مستوى المعارك العسكرية التي بدأت في منتصف إبريل الماضي وقتها كانت ميليشيات الدعم السريع تسيطر بشكل كبير على مناطق استراتيجية وحساسة في القرطوم مثل القيادة العامة جزء من القيادة العامة والخصر الجمهوري والمطار والعديد من المواقع الاستراتيجية الآن بعد أكثر من ثلاثة سهور حصلت تحولات كبيرة جدا لمستوى المعارك أصبحت هناك بعض المعارك تدور في خرب مدرمان وأيضا في شرق القرطوم بحري وأيضا في جنوب الخرطوم إذن الأهداف التي من أجلها خامة الحرب لم تكن موجودة فبالتالي التقييرات الكبيرة التي حصلت من تحقيق الجيش لانتصارات على مستوى المعارك العسكرية جعل ميليشيات الدعم السريع تتراجع وتتقخر إلى المناطق البعيدة في محاولة لقروج آمن الجانب آخر أيضا تعلق بأن هناك الأديد من منتسبين ميليشيات الدعم السريع الذين سلموا عنفسهم أو الذين تركوا العمل في الدعم السريع نتيجة لأن هناك العديد من الفيديوهات التي تم بسها بروات تواصل شبكة التواصل الاجتماعي من العديد من منتسب الدعم السريع بأنهم لم يتلقون مرتباتهم أكثر من أربع شهور فبالتالي هم لماذا يقاتلون إذن نحن نتكلم عن مجموعة تقاتل من أجل الفلوس من مجموعة مرتزقة قادمة من دول قرب أفريقيا إذن التحولات أيضا شهدتها بأن هناك تقرير نشر في البي بي سي بأن دول قرب أفريقيا تشات والنيجر وماليو أفريقيا الوسطى انتعس اقتصادها من جراء النحب والسلبي للمرتزخ الذين كانوا يقاتلون في صفوف الدعم السريع إذن هناك تحولات على مستوى المعارك سواء كان الذين انسحبوا من المعارك القادمين كمرتزقة من دول قرب أفريقيا أو حتى من بعض السودانين الذين كانوا يقاتلون في صفوف الدعم السريع كماليشيات انسحبوا نتيجة لأدم تلقيهم مرتباتهم على مستوى البعض لكن ماذا عن باقي تشكيلات السودانية الأخرى المسلحة الموجودة في البلاد ما موقفها مما يجري واحتمالية انخراطها في هذا الصراع بين الطرفين من ناحية شبكة ولااتها وتحالفاتها كانت هناك أنباء بأنه حصلت اشتباكات بين الجيش وقوات تحرير السودان فرع الشمال أيضا نعم الاشتباكات التي حدثت هي حدثت في مناطق جنوب كدوغل بين الحركة الشابية قطاع الشمال الذي يقودها عبدالعزيل وهي أيضا بعض في الجيش السوداني ربما هي الحركة الوحيدة الآن تفتحت كجبهة خطال أخرى في السودان ولكن على مستوى الولايات الأخرى لم تشهد أي ولاية من الولايات الأخرى باستثناء ولايات دارفور سوى كنا شمال أو قرب أو جنوب دارفور تشهد بعض المعارك بين الجيش وبعض ميليشيات الدعم السريع أو بين الجيش وبعض الحركات المسلحة التي تقوم بأملية تأمين ونقل المواد القزائية والمواد الطبية لولايات دارفور الخمسة إذن مجملة 18 ولاية لم تكن هناك ولايات تشهد صراء بين حركات مسلحة الشرك هادئة جداً شمال السودان هادئة الوسط أيضاً هادئة إذن نحن نتحدث عن ثلاثة ولايات في إقليم دارفور من إجمالي خمسة ولايات ربما ولايات شرق دارفور وهي عاصمة الضعين تتمركز فيها الأدد الكبير من إثنية المسارية والرزاقات فبالتالي ميليشيات دعم السريع لم تحاول حجوم على هذه المعسكرات للجيش في هذه الولاية الجانب آخر أيضاً تأثرت الأزمة بما حدث في إفريقيا الوسطى هناك قوات في مينام دفوق البحري بعد قروج ميليشيات دعم السريع التي كانت تقاتل في بانقي استطعت أن تتمركز في هذه المنطقة فبالتالي هي تعمل في تنسيق ربما مع بعض من منسوبي ميليشيات دعم السريع الموجودين على أولاية دارفور ولكن في مجمل المعارك ربما هناك تحسنات كبيرة جداً على مستوجيش السوداني في أملية المعاركة التي بدأت من 15 إبريل فبالتالي لكن الجميع يتساءلون سيد خليل هل هناك أي بوادر لإمكانية توقف الطرفين عن القتال بعد كل هذه المدة بعد تسببها بالعديد من الأزمات على المدنيين وسقوط الكثير من الضحايا أكيد بلا شك أنا أشرط في مقابلة سابق في الغد بأن لا بد لأي حرب أن تنتهي بمفاوضات ولكن تنتهي بمفاوضات بعض أن يحقق بعض طرفي الصراء أن يحقق بعض المكاسب تجأله أن يفرض أجندته في التسوية السياسية أو في المفاوضات لذلك ربما في الأيام المقبلة ربما نرى حراكاً في المسار السعودي الأمريكي الذي تستطيع في جدة ممباري فبالتالي ربما تستأنف المفاوضات بين الجيش السوداني ومميليشيات الدعم السريف وضون اليومين المقبلين في جدة وهذا دلالة واضحة بأن هناك أطراف أديدة سواء كانت على مستوى الإقليم أو حتى على دول الجوار خاصة بعد اختتام مؤتمر قمة الجوار التي استضافته القاهرة في الثالث عشر من الشهر الجاري تضمن العديد من الجوانب الإيجابية وأيضاً كون مثار من وزراء قارئية دول الجوار السودان من أجل متابعة وتنفيذ أملية التسوية السياسية فبالتالي ربما نرى في الأيام المقبلة أملية سياسية أو أملية مفاوضات كبيرة جداً في جدة وربما تنهي الأزمة خاصة بأن هناك الأديد من الأطراف خاصة أنا أتحدث هنا عن الأديد من وصائل الوصائط الاجتماعية أشارت الأديد من مقاتلي الدعم السري كانوا يخرجون في ديوهات بأنهم لا يريدون أن يقاتلون ولا يريدون أن يقودون في حرب هي تحقق الأهداف لبعض الشخصيات بعيداً عن الدولة السودانية شكراً لك من القاهرة صلاح خليل الباحث في بركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تشهد إسبانيا صمتاً انتخابياً عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة غداً حيث يتوجه أكثر من 35 مليون ناخب لاختيار أعضاء البرلمان وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيث دعا للانتخابات بعد سيطرة حزب الشعب المحافظ على أغلب البلديات في الانتخابات المحلية في مايو الماضي وتوقعت استطلاعة الرأي تقدم حزب الشعب على غريمه الحزب الاشتراكي من مدريد ينضم إلينا الدكتور صلاح قيراط أستاذ العلوم السياسية أهلاً بك معنا على شاشة الغد دكتور قيراطة استطلاعات الرأي ترجح فوز حزب الشعب بزعامة نونيسا فيخو في هذه الانتخابات ما فرص حصول ذلك؟ الاستطلاعات فعلاً كما تفضلتم تؤكدوا ذلك إلا أن رئيس وزراء الحالي سانشيث الذي كان قد دعا الانتخابات المبكرة إثر هزيمة حزبه الانتخابات الإقليمية والبلدية بدأ اليوم عندما التقى ناقبه منشريحاً منفرجة الأسرير وعادهم بالفوز وأن هذه الاستطلاعات لا تعبر عن الواقع بحال من الأحوال وأكد أن حزبه خلال الفترة الماضية كان قد وفر فرص عمل كثيرة وهناك نوع من الرفاهية التي يعيشها الإسبان أنا هنا أقف قليلاً عند توقيت هذه الانتخابات سيما أننا رأينا أنه الحرب الدائرة في شرق القارة الأوروبية غالباً ما تلقي بزلالها على الانتخابات سيما أن الحروب توفر المناخات وتعبد الطرقات أمام الحركات أو النزاعات القومية فمثلاً في شهر أيلول من السنة الماضية فاز اليمين المتطرف في إيطاليا وشكل حكومة في حين وجدنا أنه أيضاً بالتوازم هذا وذات وجدنا أن أسويد هنا الحزب اليميني كان قد ساعد الحزب الحاكم ووقف إلى جانبه ليشارك حزب يميني في الحكومة الفلندية كذلك ولن ننسى أبداً في حالة من الأحوال ما يحدث في فرنسا اليمين نشط من خلال قيادة كل هذا وذلك نجد أنه أحزاباً يمينية متجذرة في السلطة منذ عقد من الزمان في المجر مثلاً في بولونيا إلى ما هناك المناخات تقول ذلك إلا أن 350 مقعداً نيابياً في المجلس النيابي تبدو الفرص متقاربة بين الحزبين الرئيسيين الذين سيتواجهان غداً على صناديق الاقتراع حيث سيشارك ما يقارب 35 مليون إنسان بهذه الانتخابات ويقولون أن بقرابة 2.5 إلى 3 مليون سيدون بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني ومن يبدي صوته عبر البريد لا يحق له الاقتراع من صناديق الاقتراع في كل الحالات لكن على ماذا يعول حزب اليمين أو حزب الشعب لهزيمة حزب سانشيث أو الحزب اليسارك؟ حاول أن ينال من أداء سانشيث كثيراً ومن أداء حزبه سيما في تعاطيه مع الحركات الانتصالية بقيم كتالونيا حيث تعاطى سانشيث بنوعاً من الموضوعية والهدوء الدبماسية واحتوى الأزمة وكذلك كان قد أطلق سراح بعض الموقوفين لجرائم جنسية حاول رئيس الحزب اليميني الذي رشح نفسه أو رشح حزبه أو سيأخذ الانتخابات غدين يحاول بذلك دائماً أضف لذلك داني أقول ما يقوله بعض الأسطان يقولون عن هذا الرجل في أخو أنه رجل ممل ليوجد الإنجليزية وليس بحيوية ولا بحضور سانشيث في مسائل العلاقات الخارجية أو العلاقات الدولية إلا أنه يمني النفس والاستطاعة تقول أنه سيحصل على حزبه على 140 إلى 150 مقعدة من أصل 350 بينما الحزب الاشتراكي يقولون قراءة من 115 إلى 130 هذا يؤكد أن الحزبان ليس بمقدور أحدهما أن يشكل حزب حكومة منفرداً بل سيعتمد على الآخرين وهنا يبرز ما كان لافتاً فعلاً حزب فوكس اليميني المتطرف الذي ربما يحصل وفق الاستطلاعات على 40 مقعدة ويكون داعم للحزب الشعبي كذلك نجد حزب يساري في أقصى اليسار سيكون إلى حد بعيد إلى جانب الحزب الاشتراكي في كل السياقات هدوء الانتخابين الآن حياة تجريع تيادية الناس مرتاحون إلا أنني أؤكد أنه غالباً أنه في حدود العشرين بالمئة من أصوات الناغرين لا تظهر أو لا تكون موجودة إلا عند الإدلاء في الصندوق تبقى الاستطلاعات غير دقيقة لأن كثيرين مننا قلت نسبتهم الآن سوف ننتظر الحقيقة عندما يتم فعلاً الإدلاء بالأصوات وفرز النتائج أشكرك جزيلاً من مدريد الدكتور صلاح قيراط أستاذ العلوم السياسية بدا وصلنا إلى ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بالعنوين مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية ورئيس الأركان يحذر من ضرر في كفاءة الجيش هجوم أوكراني على القرم يعطل حركة القطارات وموسكو وكيف تتبادلان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية تجدد المظاهرات في العراق احتجاجاً على حرق نسخ من المصحف الشريف في الدنمارك والسويد تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع دخول الأزمة يومها المئة بذا انتهى حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة شكراً على كرم متابعتنا وفي أمان الله موسيقى